وخلينا سريعا نروح ونسيب حضراتكم مع موجز لهم وآخر الأنباء بصحبة زمنة ندينة شرف تفضلي دينة شكرا لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الرياضة هي التي تعكس مدى تحضر الدول والشعوب مشددا على ضرورة تمسك اللاعبين المصريين في كافة الرياضات بالمنافسة الشريفة وأخلاق الرياضة وعرب الرئيس السيسي خلال استقباله اللاعبين والمدربين الحاصلين على مدليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية عن أمله في تحقيق الرياضيين مدليات في أولمبياد باريس 2024 لافتا إلى أنه يجب تقديم الرياضيين بشكل يليق بمصر نظرا لكونهم مرآة تعكس صورة المصريين في المحافل الرياضية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن بناء الإنسان المصري هو أحد أهم محاور برنامج الحكومة مشيرا إلى أن عمل المجموعات الوزارية لن يقتصر فقط على وضع استراتيجيات وبرامج ولكن الأهم هو متابعة التنفيذ على الأرض وخلال الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية أكد مدبولي أن الحكومة مهتمة بكل الملفات التي ستتبنى هذه المجموعة وأي قرارات للمجموعة تتطلب موافقة مجلس الوزراء سيتم اعتمادها على الفون أوسط اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة وذلك في ختم اجتماعاتها التي تواصلت على مدار ستة أيام وأكد البيان الختامي وجود تنصيق متبادل بين أعضاء الحكومة الجديدة في جميع ملفات ومن جانبه أعرب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب ولكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة وقدمت نموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلس النواب استنكر مفوض وكالة غوث وتشغيل لجئين فلسطيني أونرواف لازاريني تحويل المقر الرئيسي للوكالة في قطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض ووصف لازاريني هذا العمل بأنه حلقة جديدة من التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي مشددا على أهمية حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات كما طلب رازاريني بضرورة أن لا تستخدم المرافق الأممية لأي أغراض عسكرية على الإطلاق أعلنت قوات الحوثي أنها استهدفت ثلاث سفن بينها ناقلة نفط وذلك في البحرين الأحمر والمتوسط بصواريخ باليستية وطائرات مصيرة وزوارق ملغومة وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيى سريع إن الحركة استهدفت السفينة بنتلي وان والناقلة تشايس لاين وذلك في البحر الأحمر مضيفا أن قوات الحوثي بالتنصيق مع الجماعات المسلحة في العراق استهدفت السفينة أوليبيا في البحر المتوسط جدد رئيس الأمريكي جو بايدن الدفاع عن قراره بالمضي بالمضي في الصباق الرئاسي رغم تقدمه في السن وأكدا أن قدراته العقلية جيدة جدا جاء ذلك في الوقت الذي ندد فيه بايدن بمرشح خسمه الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جامس ديفيد فانس وأصفا إياب أنه استنساخ لترامب وذلك بعد أن أعلن الحزب الجمهوري طرشيح ترامب رسمية للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل أعادت المنظمة العربية للطيران المدني انتخاب مصر لعضوية المجلة التنفيذي خلال الاجتماعات التي أجريت في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجماعية العامة للمنظمة وأفزت مصر بعضوية جميع اللجان الفنية بالمنظمة وهي لجنة النقل الجوي ولجنة الملاحة الجوية ولجنة السلامة الجوية ولجنة أمن الطيران ولجنة البيئة ولجنة الإعلام والاتصال المؤسسي ختم ومجزئات ثامنة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة